النتائج الإيجابية التي حققها فريق المغرب التتواني في السنوات الأخيرة جعلت العديدين يبحثون في الجذور التاريخية لهذا الفريق الذي سبق له أن لعب بالدورية الإسباني ومر من درجاته المتعددة خلال فترة الحماية تحت اسم أتليتيك تتوان هذه المتعددة خلال فترة الحماية تتواني في السنوات الخمسين وواحد وخمسين وعبوا في المقابلات التي تشوفون هنا لكن صور جلهم لعبوا مع برشلون وعبوا مع ريال مادريد وهذه الناس لم يجدون هذه الإسبانية إلا بالإنزازات للمغرب التتواني جماعية لسنكوينتا الإسبانية لأنصار نادي أتليتيكو مادريد اختارت تسليط الضوء على هذه الفترة ونظمت معرضا للصور لفريق أتليتيكو تتوان خاصة خلال الموسم الذي خده الفريق بدور الدرجة الأولى حيث قارع أندية ريال مادريد وبرشلون الإسلام بالأتليتيكو تتواني إلي تلك النات الصور في أتليتيكو مادريد إذن لعبوا مع نشر البحر لجلون بالأتليتيكو مادريد نعم تنعوا مع تلك تتوانيكو مادريد حضره القنصل العام لإسبانيا بطنجة وشهد حضور عدد من المهتمين تخللته كلمات تؤرخ لحضور النادي في لاليغا خاصة من قبل من عاصر تلك الفترة التاريخية التي عرفت حضور عدد من اللاعبين المغربة في الدورية الإسباني أربعان الماربعة في برمير ديفيزيون ناس يوناند إسبانيا في الحجم مبارك كان في فرقة ديالاتليتكوز مادريد وبالمحجوب كان في سانتندير وانا وشيشا كنا في تتون الفرقة لعبت الباراج مع الدزيم ديفيزيون وتعادت برمير ديفيزيون أغارو كان تزربوه في الملعبية كان الحسن شيشا هو هنا وغارجوز المغربة كن في تشارو سجولة ثلاثة ملعبية تبقى هذا كلام معاوتين خطوة تنظيم معرض صور نادي أتليتيك تتوان بمدينة تنجا ستتلوها حسب المنظمين محطة أخرى خلال الشهر المقبل وهذه المرة بمدينة الحمامة البيضاء